ويانا ضيفة مميزة أصبحت مصدر للإلهام والنجاح والقوة والعزيمة من ضمنهم للمتحدث أي قونة الإعلام العراقي وحتى العربي السيد انسجام الغراوي حياتي الله ورمضان شكريم أستاذة وقدورة حياتي الله رمضان مبارك شاء الله أكون أتحسن ظنكم أكون على قدر هذه الكلمات شكرا جزيلا لكم للصدافة شكرا جزيلا سعيدين جدا بين ضمامش سيد انسجام عندي معلومة غششوني بها القناة باعتبار أنه أنت أيقونة الفرات قالوا سيد انسجام الغراوي فترة من الفترات وللآن أكو محلات للحجاب بالنجف الأشرف كربلاء المقدسة وبعدة محافظات العراقية حملة اسم انسجام الغراوي كبراند حتى تنجح وهذا دليل أنه عندك جمهور نسائي قوي جد شرف هاي محبة الناس نعمة أكيد وتوفيقات إلهية بالفعل بمجموعة من المحافظات تم فتح كثير من المحلات باسم الحجابات انسجام الغراوي فقالوا أنت يعني رفع عليهم قضايا وكذا أنت ما موافقة بوقتها ما وافقتي عفوا أنه يرفعون قضيك لا عبدان لا بالعكس يعني الناس هم تريد تسترزق وهذا أكيد شرف إنه إنه يرفع باسمنا الحجاب أكيد حجاب هو اسم الحجاب هو كافي أنه تفخرين به فأنا فخر إلي أنهم حتى لو ما تستلمين إجور في وقته لإعلان ما غيرها كان فخر إنه حقيقة نعم هو يكفي أنه استخدموا اسمها كأيقونة يعني مثل ما ذكرتي فهذا الشيء فخر أكيد يعني وللحجاب فعلا هي أيقونة للحجاب بالضبط ست انسجام دائما تتعاملين مع براند عبايا ستايل كثيرة الروحات للزيارة وترتدين العبايا دائما فشون شوفين اليوم عبايا ستايل من الخامة الإقماش التصاميم الجديدة اللي استحدثناها بالأونة الأخيرة المفروض تطوري فلوس للأنات اللي الآن يعني أدي مثلا صديقات خارج العراق من يجون فيقولون أنا أريد من عبايا ستايل نعم فهم يجون يقولون أريد من عبايا ختام بيعرفوا يعني أختي حقيقة نعم تحديثنا حيات الأختي ختام سلسلتها كل جميلة من ضمنها العبايا اللي لابستها ستة تهار نعم نعم يعرفها نعم نعم فبالبداية أنا شنت أخيط عبي حقيقة أخيط لكن تعرفين بعد أن أختي ختام دخلت هذا المجال تعرفين إحنا مو كثير من المتابعة نعم دائما فمن التعريف يكون من أقرب الناس إليش نعم وهو المصمم وأنت تعرفين شنو يتم الاختيار والتصميم على إيده وأنت مؤمنة بالمقابل ولقماش يعني أكو أمانة وأكو مصداقية لهذا الموضوع فأكيد يعني هذا يروج ويسوق خصوصا أن أختي أنا مو يعني ده أشيد بيها وبيعملها أنا أشوف تصميم مرات رائعة لا بالعكس والدليل أنه أكثر عباية تقلدت بالسوق هي هذه الحمد أقول لي أن هي أختي حقيقة أنا ألبس من عبايتها لكن الخامة للعباءة والتصاميم حديثة وبها وسع حقيقة يعني ما تشوفها مثل العباءات البقية وأكو مصداقية بالتسويق وبتعليج العباءة دائما عباءة دائما تكون عندنا ببراند عباية ستايل تكون فضفاضة لأنه هي دبل قماش يعني تكون واسعة جدا فحتى تشوفين هسا هذه العدلة اللي أنا لابستها بدون أخبان لكن هي فضفاضة جدا نعم بالفعل وتلعون جميع الأذواق للطالبات للمرأة كبيرة السين لربة البيت يعني حسب الذوق العام يعني تريد هي عراقية موجودة تريدين بها يعني يمكن يعني أعتبر أن هذا رأيش باللمسات المضافة مؤخرا للعبي إنه إضافة بزمة يعني بناتنا يحبون هاي الأمور يعني تعرفين يعني أكو يحببوهم بالعباية مثلا أكو الأهل مثلا أحيانا اللي البسي عباية كده تشجيع منهم فبنت تشوف أكو بها شريط أكو بها كده كون الممكن أقبال نعم بالضبط حتى نختصر الوقت ست انسجام اليوم صاحبة مشروع عباية ستايل هي أمرأة مهندسة نعم من خلال أنه تجولش بمحافظاتنا العراقية رسالة منش ليش البعض يعتقد أنه العباء فقط أنه لازم بس المرأة الجنوبية ترتديها اليوم عباية ستايل انتشرت بالحرم الجامع ما رأيتش بمشروع هذه المرأة السيد زهراء القريشي ما شاء الله يعني مبارك عليها هذا المشروع اللي أكيد رافقتها التوفيقات الإلهية يعني اليوم تعرفين أنه رغم التخطيط ورغم النجاحات ورغم التسويق لكن أكيد اليوم أي مشروع إذا مرافقتها توفيقات فهنيا إلى التوفيقات الإلهية حقيقة لأن شوف عباية ستايل مؤداء قلت يعني اليوم يجون من خارج العراق فأنا أخذهم لفروع عباية ستايل اللي موجودة هنا فأكيد اليوم ما يقتصر على الجنوب فقط أنت تشوفين اليوم المرأة البغدادية هي المعروفة بعباءتها يعني المرأة البغدادية كانت تداوم بالجامعة وهي لابس العباية ترتدي عباية يعني تلبس كذا لذلك لا تلبس الحجاب تلبس الكفاح والشواكة وغير هاي مناطق الشريك تقدم العباء على كل المستويات أنه مو فقط لازم المرأة الجنوبية ترتدي العباء أنا في مدينة الصدر أمهاتنا على الرأس أنا في بغداد ومناطقنا كلها مناطقنا الشعبية وغير الكرادة كراديات يعني أهم يعني في وسط بغداد يعني إلى الآن يرتدون العباء نعم بالعكس أنا أشوف الآن يعني ممكن أن تشرك العباية بالمناطق الجنوبية وبالمناطق اللي هي الشعبية اللي مثل ما ذكرتها وأيضا بالمدينة بالعلم بدأت الدول اتقلد العباء العراقية أحسنت يوم يشوف فين المرأة اللبنانية والمرأة الإيرانية ترجمة نانسي قنقر